اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 للفورميلا ون بمختلف الفعاليات التي تستضيفها مملكة البحرين عبر حلبة البحرين الدولية قد أسهم بفاعلية في فتح المجال للعديد من القطاعات الحيوية من الاستفادة المباشرة منها إلى جانب دعم مكانة المملكة وأهميتها في رياضة السيارات على مستوى الشرق الأوسط والعالم ونوه سموه إلى أن البحرين تعتز وتفخر بما لديها من إمكانيات وبالطاقات البحرينية التي لها الدور الأكبر في نجاح مختلف فعاليات حلبة البحرين الدولية وما قدموه من عمل متقن في الاستعدادات والتنظيم والإدارة مما أضفى على سباقات المملكة هوية خاصة يبقى أثرها لدى الجماهير الكبيرة التي تشهدها الحلبة جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله للحلبة التي شهدت انطلاق التجارب الحرة الأولى ضمن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 في نسختها الرابعة عشرة والتي تقام في الفترة من السادس إلى الثامن من أبريل الجاري كأول سباق ليلي لهذا الموسم وثاني جولة من جولات بطولة العالم لسباقات السيارات الفورميلا ون هذا العام معربا سموه عن تقديره واعتزازه بالقائمين على حلبة البحرين الدولية على جهودهم في الاعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي المميز الذي يعمل الجميع على إظهاره بالمستوى المطلوب مثنيا سموه على تعاون مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها في سبيل نجاح جائزة البحرين الكبرى بالشكل الذي يليق بسمعة المملكة متمنيا سموه للفرق المشاركة والمتسابقين كل التوفيق والنجاح في منافسات وتحديات جائزة البحرين الكبرى كما تمنى سموه للجماهير العريضة كل المتعة في مشاهدة هذا السباق مرحبا سموه بالجمهور من زوار ومواطنين ومقيمين الحاضرين لسباق طيران الخليج للجائزة الكبرى 2018 للفورميلا ون في هذا الحدث العالمي الذي يتجدد على أرض مملكة البحرين